قبل ما ابلش الفيديو همين احب اذكركم اذا ما سويتوا سبسكرايب القناة اشتركوا اذا اعجبكم الفيديو سووا اللايك وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات الفيديو القادم راح يكون اختر كرت كتبوا لي شنو الموضوع اللي تردون احتي بي وقراءة اختر كرت سواء كان رجوع للمنفصلين او للمرتبطين او حتى للعزاب انا راح اقرأ تعليقاتكم وراح اسوي الفيديو على اساسها خلونا نبلش الفيديو الطاقة العامة البرج الجدي بالفترة الحالية ده اشوف عندك نوع من عدم الرضاة عدم السعادة ممكن تكون انت مارب ازمة الوضع اللي انت بيه معاجبك اكو مشاكل هواية ازمات هواية مريت بها عندك عدم رضاة عدم قناعة عندك نوع من القيود ده تحس نفسك مقيد وبالفترة الحالية انت محتاج انه تتحرر احتمال البعض من معتكم قاعد يفكر بسفر او انتقال لغرض العمل او حتى لغرض الترفيه عند النفس بس الطاقة العامة اللي عندك ده اشوف انه انت مراضي على الاوضاع اللي انت موجود بها سواء كانت اوضاع مادية او او اوضاع عاطفية او حتى اوضاعك الاسرية او اموركم ده اشوفها متخربطة صار لها تقريبا ثلاثة شهر طاقة الانسحاب والابتعاد انت بالفترة الحالية ده تحاول انه يعني تنسحب من المشاكل او تبتعد انت بالفترة الحالية عرفت شنو اللي تريده وتعرف شنو القرار اللي راح تتخذه صار عندك نوع من الادراك قمت تعرف شنو الشي المهم بالنسبة اليك والشي اللي مو مهم والاشياء اللي ما تخدم طموحاتك ده اشوف قاعد تتحاول تتخلص من حدها شوية شوية وتبتعد خاصة من ناحية علاقتك انت والشريك ده اشوف شريكك بالفترة الحالية طاقة العامة هي عنده نوع من التردد من المخاوف القلق بخصوص علاقته وياك طبعا قلت لكم القرارة العاطفية ممكن تكون عكسية فممكن تكون انت او الشريك ده اشوف عنده نوع بالفترة الحالية من التشويش وعدم موضوح من ناحيتك ما قاعد يفهم العلاقة اللي بيناتكم وين واصلة ممكن تكون عندكم مشاكل راح احتي بيها بصورة مفصلة بالوضع العاطفي هسه ده احتي بس الطاقة العامة اللي غالبة عليك هذا الشهر على الصعيد العملي ده اشوف برج الجدي على الصعيد العملي امورك العملية ده اشوفها قاعد تتغير وتتقدم بسرعة بسرعة عندك امنية بالعمل راح تتحقق اكو شي صار لك فترة منتظرة او تشتغل عليه ده اشوف بهاي الفترة راح يجيب هذا الشي نتائج وراح تفرح به على الصعيد العملي ده اشوف عندك امنية راح تتحقق ونجاح راح تتحققه انت بالفترة الحالية مركز على العمل وبصورة كبيرة وحتى افكارك بالفترة الحالية تحاول انه تفصل بين العاطفة وبين العقل افكارك قاعد تكون عقلانية اكثر مما تكون مبنية على المشاعر او على الاحاسيس فدا شوف عندك تقدم سريع بالعمل او انتقال وعندك بعض الهجوم اذا شنت انت موظف او او حتى اذا شنت انت شريك بمشروع فدا شوف اكو عندك بناحية العمل اكو شخص دائما يتحجم عليك وحازدك دائما عين عليه كمراقبك بس انت دا شوفك تنتصر علي دا شوف انت طاقتك اقوى من طاقته هو طاقت النايت بس انت طاقتك الكنج فيعني امورك المالية والعمل يعني دا اشوف الامور كل جزينا وراح تتحسن اكثر واكثر بالفترة الجاية كامنية شنت منتظرها او مشروع راح يخليك مثل اللي تلمع يعني تنعرف بمشروع راح تسويه وهذا المشروع راح يسبب لك مو بس نجاح وانما حتى شهرة ممكن يكون ممكن تكون قاعد تفكر البعض من عدكم طبعا عندي يفكر بامور روحانية بهاي الفترة دا يحاول يشتغل عليها موضوع استشفاء موضوع روحاني يعني شي بشهرة بتواصل اجتماعي فدا اشوف عدكم شغرة بهاي الفترة يعني خاصة بموضوع العمل اكو تقدم كلش من الحض راح يصيروا على الصعيد الصحي دا اشوف عندك بعناد بخصوص وضع صحي صار لك فترة انت هاملة وتاركة ممكن البعض منكم يكون هذا الوضع يخص الاكتاف الرقبة دا اشوف اكو اوضاع صحية انت دا تحاول لتعاند ومتروح للطبيب بس انت محتاج استشارة طبية بهاي الفترة بس الامور يعني تعدى على خير ماكوش يخوف على صعيد العائلة دا اشوف اكو اكو اسرار اكو شوية غموض بالعائلة راح تكشفه شوية اوضاعك هاي الاسبوعين يعني داخل الاسرة دا اشوف بها مشاكل خاصة من ناحية الام اكو مشاكل بينك وبين طاقة ام هنا طالع يمين او حتى اخت كبيرة دا اشوف اكو مشاكل راح تصير بينك وبينها شوية بس انو المشاكل شوي شوي تبلش تنحل ممكن هاي المشاكل اللي تكون هي نفسها اللي طالع بطاقة العاطفة ممكن تكون بخصوص موضوع زواج او ورفض سواء من ناحيتك او من ناحية الشريك ولكن انت بالفترة الحالية دا اشوفك بالبيت عندك شوية معارضات من قبل الوالدة يعني مشاكل بس يعني المشاكل اشوفها تنحل شوية وتستعد استقرارك بنهاية هذا الشهر يعني ماكو شي خوف الا تخاف وطبعا بالفترة الحالية النصيحة مالتك كده يقولك انو انت عندك حدث عالي انت بالفترة الحالية الحجاب اللي بينك وبين الروحانيات صغير رقيق كلش يعني ثق بحدثك هاي الفترة روحانياتك عالية حاول انو لا تشكك بحدثك اذا مثلا حسيت اكو شي راح يصير ثق بهذا الحدث لا تقول هذا مجرد احساس ويروح لان بالفترة الحالية دا اشوفوا طاقتك الروحانية كلش عالية التواصل الروحاني عندك همينا عالي وطبعا همينا احتمال يكون اكو شخص من برج الحوت بهاي الفترة مؤثر عليك او على اوضاعك بالعائلة ممكن تكون هو الشخص اللي عندك خلافويا اساسا هو الشخص هذا برج برج الحوت وممكن اي برج ثاني يعني لا تهتمون للأبراج بس الطاقة اللي غالبا موجودة عندي هي طاقة برج الحوت هسا خلونا ننتقل شوية على الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفية برج الجدي لما قد جاي يقول برج الحوت يعني انتو احتمال شو بيرقاعة تتعامل مع شخص من برج الحوت اساسا طاقته موجودة ظاهر عندي دا اشوف صار لكم فترة دا تفكرون بموضوع الزواج بس هذا الموضوع ما للزواج اكو بي اطراف معارضة انتو يعني وصلتوا مرحلة مرحلة يأس من هذا الوضع ممكن تكون من طرفكم او من طرف الشريك اكو رفض من العائلة دا اشوف الاسرة بهاي الفترة كلش قاعدة تأثر بعلاقتكم العاطفية من خلال الرفض مالتها انطلعت لكم هنانا موجودة وانت دا اشوف عليك هجوم بالفترة الحالية دا تحاول يعني تدافع عن نفسك من الاتهامات من الناس تتجنب المشاكل دا اشوف عليك هجوم من اكثر من جهة يعني يعني انت هسا هنانا بنصد دا تحاول الدافع اذا دا تشوفون هاي الورقة هنانا انت واقف هنا بالنصد ما بين اهلك العائلة وما بين الحبيب وانفصالك عنه دا تشوف اصلا طاقة الحبيب عندك هي طاقة التخلي هو الحبيب كان متمسك بيك بس بالفترة الحالية واصل مرحلة من اليأس دا حس انه انها بيناتكم قربت فصيرا عنده طاقة انه التخلي لبعض من عندكم ممكن يكون شريك او حتى يعني الطاقة ممكن تكون عكتية ممكن تكون انت قاعد تتخير الشريك ما بينك وبين عائلته بهاي الفترة فهو مضطر يدافع عن نفسه نفس الوقت انت يعني تعبت من طاقة التمسك بهذا الشخص ومن طاقة المشاكل اللي موجودة عنده انت شوف عندك خلافات عائلية تخص موضوع عاطفي بهاي الفترة هي اللي مسيطرة عليك فانت ما قاعد تفهم نفسك بهاي الفترة ما قاعد تعرف ش تسوي لهالسبب طاقتك الآن ما هي طلعت الايتوف كوبس الطاقة انه انت تريد تنسح بتريد تبتعد يعني الامور هواية تعبتك اكو امور متعبة بحياتك اكو مشاكل اكو شغلات قاعدة تصير فجأة وتنقل بحياتك كلها راسا على عقب واكو ايضا قلت لك اطراف خارجية قاعد تدخل بعلاقتك انت والشريك هذا الشي مخاوفك عندك مخاوف من موضوع انفصال تريد تتحرر نفس الوقت دا تحاول انه تشغل نفسك بالشغل تركز على الجانب المادي جانب العملي بس هذا الشي همينه ما قاعد يفيدك انت احتمال منتظر تواصل صار لك فترة او اذا كان يعني تواصلك مقطوع بالشريك اللي بينك وبينه اساسا هاي المشاكل صايرة قلت لك اكو رفض من ناحيتك او من ناحية اهله لان قراءة العاطفية قلت لكم يعني ممكن تكون عكسية فانتو عكسوها على حالتكم وانتو ادرا ايش مداعحتي انا اليمنى طاقة عامة تشمل طاقتكم اثنينكم فدا اشوف اذا كانت منتظر تواصل او هنا عندك ورقة ينسفر ويا هاي الورقة اكو عندك سفر بهاي الفترة يا برج الجدي سفرة سريعة راح تصير راح يجيك خبر مفاجئ هنا اساسا اكو خبر مفاجئ اذا شوف اكو تغيير سريع راح يصير بالاوضاع اللي موجودة اذا تشنت انت والشريك منفصلين صار لكم فترة مقطوعة الاخبار لان دا شوف شريكك بالفترة الحالية عنده مخاوف فمخلي حاجز بينك وبينه ممكن الشريك يكون يعني هو شون اللي يقاطع التواصل بالفترة الحالية بسبب مخلي حاجز بينك وبينه بسبب المشاكل اللي موجودة حتى انت لا تعرف شي عنه لانه هو اساسا مهاجم يعني عنده مشاكل بعائلته وانت قاعد تزيد المشاكل عليها من خلال تواصلك وياه من خلال كلامك عليها جارح الكلام لانه هو هنا دا شوفه تعب من طاقة المحاربة طاقة التمسك طاقة العناد فبالفترة الحالية يريد ينسح بيردي يترك كل شيء يريد يعوف الامور تمشي شلون ما تمشي دا شوف اكو تواصل راح يصير بالفترة الجاية بينك وبين الشريك اذا شنت اذا كان التواصل بينكم مقطوع من شهر الثامن او صار لثمان نسابيع فدا شوف اكو تواصل بالفترة الجاية راح يصير ودا شوف الامور راح تهدى خلال شهر واحد بينك وبينه من ناحية العاطفة ودا شوف انت مصمم يعني اذا كان الرفض من عالتك فانت مصمم علي دا شوف اكو تصميم بس اكو مخاوف واكو شوية تأخيرات راح تصير احباطات يعني الامور مراح تمشي سريع سريع اكو شوية احباطات واكو تأخيرات راح تصير انت طاقتك بالفترة الحالية يا ابو انت جديدة تحس انه انت مقيد انت مزجونه بهاي العلاقة ما قاعد تعرف تطلع منها ما قاعد تعرف ش تسوي هذا الحاجة ايضا يشمل للمتزوجين دا شوف انه اكو مشاكل عائلية هاي الفترة صايرة ببيناتكم بالبيع او ممكن حتى كانت اكو مشاكل بس الحلو انه اذا المشاكل ببيناتكم صايرة فدا اشوف اكو لما عائلية اكو رجعة من بعد انفصال اذا كانت عدكم امور بالمحكمة موضيع انفصال فدا اشوفوا الحكم يعني راح يصير لصالحكم اذا كنتوا انتم منتظرين انفصال متأخر هواية فالانفصال موجود للناس اللي منتظرين او عدواصلين للمحكمة اما بالنسبة للناس اللي تركين بيتهم صارت من فترة يعني من شهر الثامن من شهر التاسع فدا اشوف اكو صلح اكو شخص راح يدخل وراح يصير صلح ببيناتكم لانو انتم الاثنين متمسكين بالعلاقة بس اكو شخص من عندكم كان معاند دا اشوفوا عناده راح يبطلع البعض منكم ممكن يكون مارة بازمة من شهر الخامس او صار لخمس تشهر بسبب موضوع انو ممكن يكون منفصل عن الحبيب ودا يطلب رجوع من جديد او بداية جديدة للعلاقة بس الحبيب معاند وما قاعد يسامح بس دا اشوف بالفترة الجاية كرجوع للمنفصلين اللي دا احجي عليهم الناس اللي صار لهم خمس تشهر او من شهر الخامس ببيناتهم يعني المشاكل وهي دا اشوف اكو عندك النجاح وانتصار وهذا الشخص راح يرجع من بعد تاخيرات راح يرجع يحاول يبدو ياك بداية جديدة كل التوفيق لكم يا برج الجدي وان شاء الله الشهر يخلص بصورة حلوة وخير عليكم والتقيكم ان شاء الله في فيديو عام 2020 التوقعات العامة كتبولي اذا تردوها اول مرة عاطفية بصورة مفصلة لو تردوها عاطفية وعامة حتى انا اعرف واسوي لكم الابراج على هذا الاساس تحياتي لكم مع السلامة